بتوجيه من الرئيس الأسد العماد لفريج يقوم بجولة ميدانية إلى أحد المواقع العسكرية بريف دمشق وحدات من الجيش العربي السوري تواصلوا تقدمها في محيط منطقة العواجة بريف حلب كاميرا الإخبارية تجول في مدينة قدسية بريف دمشق بعد إخراج المسلحين منها أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى نشرة السادسة صباحا بتوجيه من السيد الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة قام العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام للجيش وزير الدفاع بجولة ميدانية إلى أحد المواقع العسكرية بريف دمشق العماد فهد جاسم لفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع يرافقه عدد من ضباط القيادة العامة يقوم بجولة ميدانية إلى أحد المواقع العسكرية بريف دمشق الزيارة التي جاءت بتوجيه من الرئيس الفريق بشار الأسد القائد العام للجيش والقوات المسلحة التقى خلالها العماد لفريج المقاتلين ونقل لهم محبة وتقدير الرئيس الأسد واعتزازه ببطولاتهم وشجاعتهم في مواجهة المجموعات الإرهابية المسلحة وأثنى على جهودهم والروح المعنوية العالية التي يتمتعون بها وأكد العماد لفريج للمقاتلين أن الإرهاب الذي أخذ يوسع من أعماله الإجرامية في المنطقة وفي كثير من دول العالم ما هو إلا أداة من أدوات قوى العدوان والاستعمار الجديدة وفي مقدمتها العدو الصهيوني كما عبر العماد لفريج عن اعتزاز القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة ببطولات رجال الجيش العربي السوري وتضحياتهم مؤكدا أن قواتنا المسلحة عاهدت شعبنا على المضي في نهجها المقاوم حتى القضاء على الإرهاب وأحبط مؤامرات رعاته وداعمه بدورهم أكد المقاتلون أنهم سيبقون العين الساهرة والجنود الأوفياء للذود عن حياض سوريا وصون ترابها وكرامتها وسيبذلون كل غال ونفيس في سبيل القضاء على الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن يواصل الجيش العربي السوري عملياته العسكرية في محيط منطقة العويجة بريف حلب ويتقدم في مناطق المناشر والمقالع مراسلنا أحمد صادق والتفاصيل نحن الأم نتواجدون مع رجال الله رجال الجيش العربي السوري وفدائية الجيش العربي السوري بمنطقة المقالع بجهة الشرقية الشمالية من الأحياء لمدينة حلب بعد أن سيطر الجيش العربي السوري سيطرته الكاملة على منطقة المقالع والمناشر والسنوية الزراعية وبالتقدم التزامن مع قوات الجيش العربي السوري إلى الأجزاء من السكن الإنزارات وأيضا أصبحت التلالة الحاكمة التي سيطر عليه الجيش العربي السوري مطلة تماما إطلتها على حي أبعيدين الذي يمتد باتجاه الأحياء الشرقية لحيء الهلوك الفوقاني والهلوك التحتاني أيضا باتجاه منطقة الحيدرية اشتركوا في القناة احرار الشام ومجموعات نور الدين زنكي مع قوات الجيش العربية السورية لان تقوم بذلك اوكار المجموعات الهلوك الفوقاني والصلاحة ومناعقة فلول الارهابيين الى احياء الشرقية ومعيطة المقارة نحن متواجدون ضمن المقر الذي كان تحصن به مجموعات نور الدين زنكي الارهابي واستقم كما امرتوا احرار الشام تلك هي مقراتهم الارهابية كما تشاهدون كتاباتهم التي تدل على ارهابهم ووجودهم بتلك المنطقة اعتادهم طعامهم بعد السيطرة التامة على منطقة العواجة تم ملحقت فلول الارهاب من قبل فديد جيش العربية السورية الى منطقة معامل العواجة ومنطقة المقالع ودوار بعيدين والتل المشرفي على معامل عين التل ومنطقة بعيدين والهلوك والتقدم السمع لكيف الحياة الشرقية من مدينة حلب بعد السيطرة على منطقة المقالع والمناشر والسانوية الزراعية اصبحت الجبهات مفتوحة امام الجيش العربي السوري للوصول الى عمق حي بعيدين والهلوك التحتين والفوقاني احمد صادق للاخبارية السورية من منطقة المقالع وفي سياق متصل بالوضع في حلب اعلنت وزارة الدفاع الروسية عن هدنة انسانية في حلب يوم الخميس المقبل مؤكدة ان الطيران الروسية والسوري سيعلقان ضربات من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الرابعة مساء وقال الفريق سيرجي رودوسكوي رئيس ادارة العمليات في هيئة الاركان العامة للجيش الروسي ان تنسيق جميع المسائل المتعلقة باستعادة وقف العمليات القتالية في حلب قد يستغرق وقتا طويلا مضيفا ان الوزارة قررت استثمار الوقت والبدأ باعلان فترات تهديئة انسانية بالدرجة الاولى لمرور المدنيين بحرية ولاجلاء المرضى والمصابين ولخروج المسلحين ومن نيويورك اكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين ان اعلان وقف دائم للأعمال القتالية في حلب سيكون ممكن في حال تم اخراج ارهابي جبهة نصرى من المناطق الشرقية للمدينة وقال تشوركين خلال مؤتمر صحفي عقده في نيويورك ان ارهابي نصرى رفضوا مقترح المبعوث الاممي الى سوريا ستفان ديمستورا حول تقديم الضمانات لخروجهم من احياء حلب الشرقية ويرفضون اي مقترح اخر وجاءت تصريحات تشوركين تعقيبا عليحات الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر الذي اعتبر ان التهدئة التي تم الاعلان عنها في حلب خطوة جيدة ولكنها متأخرة افاد مصدر عسكري لموفد الاخبارية الى الصبورة بريف دمشق بان الجهات المختصة في الجيش العربي السوري وباستخدام تقنيات الحديثة تمكنت من كشف سيارة مفخخة ودمرتها بمن فيها من ارهابيين وذكر المصدر ان السيارات كانت تقل ثلاثة ارهابيين يرتدون احزمة ناسفة وانه جرى مراقبة السيارة والقيام بعملية التفجير عبر الاجهزة المتطورة على اوتوستراد البجع ما ادى الى مقتل الارهابيين الثلاثة دون اي اصابات في صفوف المدنيين حصلت حادثة ارهابي سيارة مفخخة لم تكتمل مشروع فاشل لتفجير ارهابي سيارة مفخخة معدة مسمقا وهي سيارة من نوع جيب تيوتا ابرادو كانت قادمة من اتجاه المتحلم الشمالي باتجاه مدينة دمشق على اصراد البجع السيارة مفخخة بكمية كبيرة من المتفجرات والاشخاص الانتحارين الثلاثة كانوا يرتدون اللحزة من ناسفة ويقودون السيارة وهم يرتدون اللباس العسكري المموه ويحملونها في طاقات امنية كانت هذه السيارة المفخخة مراقبة منذ فترة ومتابعة من قبل احدى الجهات الامنية وعندما وصلت الى هذه المنطقة وبالتنسيق مع الاجهزة الامنية والعسكرية في المنطقة وفي ذات الموقع الذي حصلت به حادثة التفجير الارهابية السابقة بتاريخ 5-9-2016 وفي نفس الموقع تم اعداد الكمان اللازمة لهذه السيارة مفخخة والتعامل معها من قبل الجهة الامنية المذكورة بلدة قدسية بريف دمشق عادت الى حضن الوطن بعد خروج المسلحين منها وهي تعيش فرحة الامن والاستقرار مراسل الاخبارية السورية ربيع ديبة جاء في شوارع المدينة ونقل الصورة مباشرة من هناك قدسية التي عادت الى حضن الوطن بعد خروج المسلحين منها تعيش فرحة الامن والاستقرار مراسل الاخبارية السورية ربيع ديبة جاء في شوارع المدينة ونقل الصورة مباشرة من هناك هو يوم مسامحة ويوم نصر انتظره اهالي المدينة هو نصر خطه رجال الجيش العربي السوري مبروك لسوريا عودة قدسية والهامة الى حضن الوطن وعادت بالمحبة عادت بالتسامح بمحبة هؤلاء المواطنين الذين يعبرون اليوم لكم عن مدى سعادتهم بعودة الحياة الطبيعية الى مدينة قدسية بخروج المسلحين عادت الحياة الطبيعية الى ارجاء وشوارع المدينة فقد خرجا 1200 مسلح مع عائلاتهم الى ادلب عادت الحياة طبيعية عادت الناس كلها الاهل مبارح لليوم صار راجع على قدسية 1500 عائلة بس من مبارح لليوم من وقت دخل الجيش هو يوم منتظر بالنسبة للأهالي الذين عبروا في عرس وطني عن فرحهم مصالحة سورية انجزت بأيدا سورية استفاد منها اهالي قدسية جميعهم هي خطوة اخرى على طريق جديد من المصالحات وعودة مدن اخرى لحضن الوطن قام اللواء علي مملوك رئيس مكتب الامن الوطني بزيارة رسمية الى القاهرة بناء على دعوة من الجانب المصري استمرت يوما واحدا التقى فيها اللواء خالد فوزي نائب رئيس جهاز الامن القومي في مصر وكبار المسؤولين الامنيين وتم الاتفاق بين الجانبين على تنسيق المواقف سياسيا بين سوريا ومصر وكذلك تعزيز التنسيق في مكافحة الارهاب الذي يتعرض له البلدان اكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف ان التهديدات من جانب الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة ضد روسيا بسبب مواقفها من الازمة في سوريا تدل على ضعف الادارة الامريكية وقال ريابكوف ان التهديدات التي تتدفق من واشنطن دليل على عدم وجود ادوات من شأنها ان تسمح لنا بالاتفاق معها على اساس طويل الاجل واضاف ريابكوف انه لم تعود هناك رغبة للبحث عن الخطط التي من شأنها ان تكون قابلة لتطبيق ولا تتعارض من جهة اخرى مع وعود الادارة الامريكية نفسها النشر مستمرة وفيها بعد قليل القوات العراقية المشتركة تستعيد السيطرة على عدد من القرى في محيط مدينة الموصل قم للعلى وارفع سلاحك شامخة فالعز يطلب اهله مسترشدة هذه الحياة تواترت امجادها فكن الذي يهب البطولة سقدد هذا الزناد تناثرت نيرانه حماما على الاعداء يصحبها الردى لسنا الذين يهدنون عدونا فالنصر غايتنا وانطاق المدى حياكم الله من جديد رحبت سوريا بإعلان الحكومة العراقية بدأ معركة الموصل وعبرت عن وقوفها إلى جانب الجيش العراقي وجميع القوى التي تسانده بما فيها الحشد الشعبي وحذرت من مواقف النظام التركي العدوانية ضد سوريا والعراق وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن سوريا ترحب بإعلان حكومة العراق الشقيق بدأ عمليات تحرير الموصل من عصابات داعش الإرهابية مصدر مسؤول في وزارة الخارجية والمغتربين أعلن أن الجمهورية العربية السورية ترحب بإعلان حكومة العراق بدأ عمليات تحرير الموصل مشددة على أن تقف بقوة إلى جانب حكومة العراق والجيش العراقي والمجموعات المقاتلة الداعمة بما في ذلك قوات الحجد الشعبي وأضاف المصدر أن قرار تحرير الموصل من عصابات داعش هو نقلة نوعية في إطار الحرب على الإرهاب والتي يجب أن تلقى الدعم الكامل من جميع دول المنطقة والعالم المصدر لفت إلى أن سوريا تؤكد أن الانتصار على داعش في العراق هو انتصار على داعش في سوريا لأن المعركة ضد داعش والمجموعات الإرهابية الأخرى هي معركة ضد الإرهاب ومن يدعمه ويسلحه ويموله وحسب المصدر المسؤول في وزارة الخارجية فإن الجمهورية العربية السورية نبهت من مخاطر بيانات ومواقف النظام التركي العدوانية ضد شعبنا في العراق وضد قرار القيادة العراقية بتحرير الموصل والذي لا يمكن اعتباره ثوى محاولات أخرى من النظام التركي للتحايل على معركة تصفية الإرهاب والاحتلال غير المبرر لأراض سورية وعراقية واختتم المصدر المسؤول تصريحه بالقول إن كل من يتخلف عن دعم جهود شعبي وقيادتي سوريا والعراق في مكافحة الإرهاب تحت أي ذريعة كانت ويعرقل عزم البلدين على اشتفاث الإرهاب إنما يقف إلى جانب الإرهابيين وضد قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتعلقة بالإرهاب هذا واستعادت القوات العراقية المشتركة السيطرة على عدد من القرى في محيط مدينة الموصل التي أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي انطلاق المعركة لتحريرها تقرير سفانة ديب مع خيوط الفجر الأولى من يوم الاثنين دقت ساعة السفر معلنة بدأ عمليات استعادة الموصل من إرهابي تنظيم داعش وأطلق رئيس الوزراء حيدر العبادي بصفته القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة شارت البداية لبدء عمليات تحرير ثاني أكبر مدن العراق حيث أشار إلى أن القوات التي ستدخل الموصل هي الجيش العراقي والشرطة الوطنية حسرا أعلن اليوم ابتداء هذه العمليات البطلة لتحريركم من بطش وإرهاب داعش وإن شاء الله قريبا نلتقي في أرض الموصل لنحتفل جميعا بتحريرها وبخلاصكم وبعد ساعات على إطلاق العمليات تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير العديد من القرى في محاور الخازر والوصول إلى مشارف قضاء الحمدنية جنوب شرق مدينة الموصل شمال العراق مكبدة تنظيم داعش الإرهابي الذي يسيطر على المدينة خسائر كبيرة بالأرواح والعتد ونقلت وسائل أعلام عراقية عن مصادر أمنية ومحلية في محافظة نينة وقولها إن القوات الأمنية دمرت أكثر من 43 هدفا لتنظيم داعش الإرهابي وسط انهيار دفاعات التنظيم في محور سد الموصل كما تمت إزالة السواتر الترابية من محور الشورى وتدمير 16 مقرا عسكريا للتنظيم الإرهابي ورغم ترحيب العربي والدولي بالعمليات العسكرية بالموصل فرز موقف رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان الذي جدد عزمه مواصلة التدخل في الشؤون الداخلية للعراق من خلال إصراره على مشاركة قوات نظامه الموجودة شمال العراق في عملية تحرير الموصل حسب قوله من غير الوارد بالنسبة لتركيا أن تبقى خارج العملية العسكرية العراقية لاستعادة مدينة الموصل لأننا سنكون جزءا من العملية عملية تحرير الموصل بدأت وقد تستمر أسابيع عدة حسب مراقبين ومعها قد تبرز العديد من المواقف التي تعكس حقيقة نوايا أصحابها من الحرب ضد الإرهاب تحرير الموصل يحقق مكاسب استراتيجية هامة للعراق أبرزها قطع اليد التركية عن التدخل في الأراضي العربية وهزيمة الإرهاب في أبرز معاقله في العراق يحيى كوسا والتفاصيل يا أبناء شعبنا العزيز يا أبناء محافظة نينو الأحبة لقد دقت ساعة الانتصار وابتدأت عمليات تحرير الموصل أيام وربما أسابيع قليل وينجل غبار معركة الموصل التي طال انتظارها منذ سيطر داعش على المدينة في العشر من حزيران عام الفين واربعة عشر ولكن نتائج معركة الموصل ستبقى زمنا طويلا فاليوم ليس كالبارحة ومعركة الموصل وإن كانت تهدف إلى دحر الإرهاب عن الموصل إلا أن نتائجها تشمل المنطقة المعركة هي الأضخم ضد التنظيم الإرهابي أعدى لها العراق العدة منذ أشهر كما أنها الجولة التي يعول عليها العراق في فرض إرادته ورفض تدخل الخارجي الذي يحاول نظام رجب أردوغان في أنقرة فرضه على بغداد في هذا السياق يرتفع صراخ النظام التركي بعد قرار حكومة العباد استبعاد تركيا من المشاركة في المعركة واعتبار القوات التركية في بعشيقة قوة احتلال وعدوان مثلها مثل داعش فيما تغرق السعودية في المستنقع اليمني قبيل الانتخابات الأمريكية تأتي المعركة محاولة لتغليب كفة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون المحسوبة على الإدارة الديمقراطية الحالية وهي الإدارة التي تقود تحالفا مزعوما ضد الإرهاب ينشط بشكل واضح في العراق إطلاق معركة الموصل ضربة قاسمة للإرهاب التكفيري وفي الوقت عينه اختبار لكل الأطراف الإقليمية والدولية التي ترفض توصيف الإرهاب في سوريا لكنها توصفه في العراق وبالتالي فأن هزيمته لن تكون مزعجة لهم كما يفترض وستكون مكسبا لسوريا ومحور المقاومة في المنطقة إلى مصر حيث قضى الجيش المصري على نحو أربعين إرهابيا خلال سلسلة عمليات في شمال سيناء ودمر المزيد من أدوات إجرامهم وعشرات الأوكار التي كانوا يتحصنون داخلها من جديد عادت السخونة إلى شبه جزيرة سيناء المصرية مع استمرار الحملة العسكرية الواسعة التي أطلقها الجيش المصري للقضاء على الإرهاب القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية أعلنت أن طائرات سلاح الجو نفذت دربات مركزة ضد مواقع الإرهابيين وتحصيناتهم في شمال سيناء قصف مدفعي مركز على أهداف مماثلة في هذه المنطقة التي تنتشر فيها مجموعات مسلحة تنتمي إلى تنظيم داعش الإرهابي وجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية وسط حضور مميز لطائرات الأباتشي التي لعبت دورا مهما في تعقب أوكار الإرهابيين وعلى الأرض تواصل أحدات من الجيش تمشيط الأراضي ما أسفر عن القضاء على ثمانية عشر إرهابيا وتدمير أربع عربات وأربع عشرة دراجة للإرهابيين وضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر فيما قتل ثلاثة جنود وأصيب اثنان آخران خلال تلك الحملة هذا وقد أعلن مصدر أملي المصري في وقت سابق أن سلاح الجو المصري استهدف مناطق وجود الإرهابيين في جنوب العريش ومشارف وسط سيناء وجنوب الشيخ زويد ورفح ما أسفر عن مقتل أربعين إرهابيا وإصابة آخرين كما تم تدمير عشر بؤر إرهابية وسيارات ومخابئ وقبل الختام تذكير بأبرز العناوين بتوجيه من الرئيس الأسد العماد لفريج يقوم بجولة ميدانية إلى أحد المواقع العسكرية بريف دمشق وحدات من الجيش العربي السوري تواصلوا تقدمها في محيط منطقة العويجة بريف حلب وكاميرا الإخبارية تجول في مدينة قدسية بريف دمشق بعد إخراج المسلحين منها وفي الختام لكم تحيات فريق العمل ونلقاكم على رأس السعر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة